قوة مصر الناعمة على مائدة الحوار الوطني نتناول أهم أسئلة المستقبل التي تشغل المصريين نطرح هذه الأسئلة على مبدع بارز من صناع الفن في بلدنا الكاتب الكبير دكتور متحة العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين ده قوة الناعمة المصرية اللي بتقول إن احنا مجتمع صحي قادر على أن نتنفس وأن ينتقد وأن يقول للمقتل أنت مقطق صلح من نفسك كيف تعود الروح لثقافة مصر وفنونها العظيمة ألا تتعدد منافذ الرقابة على الفن عن السينما والإنتاج ودور العرض لماذا سينتج وهو ما فيش دور عرض طبعاً لو قلتي للدولة عايزة تستثمر في دور عرض شيء كمان بنبقى تنتهي سعد دور عرض مدينة سوهاج كلها في السينما واحدة سوهاج بالسينما بالمصرح بالفنون الراقية شكل المصريون ملامحهم وتميزت هويتهم بين شعوب المنطقة إما بتقدم للناس شيء حقيقي طالع من جواك ما تخافش الناس بتعرف تفرز الغذة من السمين وتفرز الحقيقي من المزيف والفن من اللافن حتى الأفلام الأجنبية المفترض أنها بتتكلم عن التاريخ الفرعوني بيبنوا هناك طبعا في الورزازات من عالق الروحة البلقة الروحة الورزازات اللي تصور فيها بيرتولوتشي لست إمرا الروحة زورتها ولقيت أثار مصرية موجودة تصوروا هناك ما بيصوروش عندنا لأنهم بدوا تسهيلات هل نحن بحاجة لمشروع وطني شامل يعيد بناء قوة مصر الناعمة على أسس جديدة حوارات المبدعين في حديث العرب من مصر غدا السابع مساء على قناة مصر الأولى